للحديث عن الموضوع مع ناعمين عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالقادر النعيل سيد عبدالقادر بداية مرحبا بك هجمات الميليشيات على المواقع الأمريكية في العراق ما دلالتها؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام من المعلوم أن هذه الهجمات التي حقيقة غير مؤثرة فقط جسد ضبط واضح تماما في الصواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية من أجل دعث رسالة إيرانية واضحة بدون تشفير أن العراق هو ساحة افتراع المجلسة تستخدمه إيران ضد النفوذ الأمريكي إلى ما عشان هناك هجمات أمريكية وهذا يجب التزام مع خط نار متأ على دور المنطقة بدءا من اليمن في هجماتها ضد المملكة العربية السعودية وباستخدام صواريخ مالكية وصولا إلى البحر أو الخليج العربي أن تتواجد فيه القوات الأمريكية والبحرية الأمريكية ومضيق طرمز باب العرب باب منذ العرب كل هذه حقيقة وصولا إلى العراق هذه كلها ساحة واضحة تماما على أن إيران استطاعت خلال فترة الماضية وبالتواطئ الأمريكي أن تجد لنفسها موضع غدا قدم هذا الموضع حقيقة راسخ في عملية أن يكون هناك استهدافات أمنية لصالف إيران وأنها موجودة على طوال هذا الخط ما مدى مصداقية أعلان الحكومة في غير مرة عن موقفها الحيادي من التوتر الأمريكي الإيراني الحكومة في العراق كاذبة وبالتالي هي تعمد على دعا هذه الفيليشيات وضحوا اليوم من الحقيقة الإيطالية عندما لك يأخذوا شحنة دفطية في إيرانية بأوراق عراقية دليل على أن هناك توافع كثير والميليشيات تستخدم العراق لصالح إيران بكل الأطر وبعلم الحكومة وبدعم الحكومة وما عمل يقى القصص في البصرة وصولا إلى بغدان إلا تحت مرأة الحكومة والإيرانيون والميليشيات يستخدمون الأجهزة والمزارات بحقوقها لتمويل هذه الحملات ولذلك حقيقة الحكومة متواطئة فعال من دائرة الحارس الثوري الإيراني بدعامة للتفير الموجود في بغدان وقاسي تريمان طيب كل هذه الهجمات من الميليشيات يعني هجمات متعاقبة هجمات تأتي بشكل متزامن كيف تتوقع أن تكون ردة الفعل الأمريكية على هذه الهجمات الأمريكان إذا لم يتواطئوا مع الإيرانيين في عملية إظهار أن إيران قوة في المنطقة وأنها تستهدف أكبر قوة موجودة في العالم وهي الأولاد المتحدة الأمريكية فإن حقيقة الأولاد المتحدة تملك كثير من الخيوط خيوطا لعبة ومتحدة من العراق في عملية تفدي وإنهاء هذه الميليشيات وبالتالي يتملك خارطة واشعة متداخلة داخل هذه المناطق إلى ما أخذ ما بنظر الاعتبار شعب العراقي بكل طوائفهم مكوناتهم مهيئة للانقضاء على كل من يستحر في العراق إلا أنه لا إلى هذه نحن لا يستعمل لا أن يسير ولا توليين الشعب العراقي بالمطلق بل إنما تشارجوا شكور شكرا لك شكرا جزيلا يفضل عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من عمان شكرا لك شكرا لك